انابى صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الموارد المائية لافتتاح مؤتمر ومعرض الخليج الثاني عشر للمياه الذي تنظمه جمعية علوم وتقنية المياه تحت شعار المياه في دول مجلس التعاون نحو استراتيجيات متكاملة وقد اعرب معاليه عن جزيد شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على تفضله بتكليفه افتتاح اعمال هذا المؤتمر الذي تعكس الرعاية الكريمة التي يحظى بها هذا المورد الحيوي وقال معاليه ان البحرين احدى الدول الرائدة على مستوى المنطقة من حيث تنبهها الى اهمية تنظيم الموارد المائية وادارتها وفق منهج علمي بغية تحقيق الاستدامة والكفاءة اللازمة لها وذلك اثر صدور المرسوم بانشاء مجلس الموارد المائية واوضح معاليه ان مجلس الموارد المائية يراعي ان تكون القرارات والتوصيات الصادرة عنه محققة للتكامل المنشود للسياسات المائية بين دول مجلس التعاون وموجهة صوب معالجة التحديات الملحة التي يواجهها هذا المورد المهم وتابع انه لتنفيذ رؤية الحكومة الموقرة تجاه ملف الموارد المائية فان مجلس الموارد المائية يعكف على متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمياه وخطتها التنفيذية لمملكة البحرين والتي حضيت بموافقة اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس واشار معاليه الى اننا اليوم مطالبون واكثر من اي وقت مضى الى العمل على اطلاق حملات التثقيف والتوعية للحد من هدر المياه فضلا عن اعتماد آليات التوزيع الذكية لتحسين ادارة مواردنا المائية اضافة الى السعي لتعزيز كفاءة استخدام المياه من خلال ادخال المزيد من التكنولوجيات المتعلقة بالحفاظ على المياه علاوة على حماية وتطوير الخزانات الجوفية وزيادة المخزون المائي وحيا معاليه الجهود التي تقوم بها الجهة المنظمة لهذا المؤتمر وهي جمعية علوم وتقنية المياه معتبرا معاليه هذه الجمعية مثالا ناجحا للتكامل المنشود بين المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني نظرا لإسهاماتها القيمة في تشجيع البحوث العلمية والدراسات وبرامج التدريب وتطوير القدرات المحلية في قطاع المياه كما تمنى معالي الشيخ خالد بن عبدالله للمؤتمر تحقيق الأهداف التي يصب إليها الجميع التوافق في الرؤى والاهتمام المتقاسم في القضايا المشتركة تعيها خطط واستراتيجيات لا تقف عند معطيات الحاضر بل تدارستها بعين المستقبل البعيد ومن هذا المنطلق يأتي مؤتمر الخليج الثاني عشر للمياه للتخطيط على المدى الطويل للاستخدام الكفئي للموارد وتقليل العبء على الموارد المالية وموارد الطاقة الحالية ليسهم في تعزيز التنمية المستدامة المنشودة في دول مجلس التعاون الخليجي طبعا يأتي هذا المؤتمر تزامنا مع الاستراتيجية الخليجية الموحدة التي بدأت هيئة الكهرباء والماء بتطبيقها وهذا المؤتمر من شأنه تبادل التكنولوجيا والمعلومات في كيفية انتاج المياه المحلاء من مياه البحر بأقل التكاليف بأفضل نوعية ومعظم التكنولوجيا مستوردة من الخارج التباحث في أهمية الأفضل التكنولوجيات المطبقة في المنطقة وما هي المشاكل وما هي المميزات لكل تغنية من تغنيات الموجودة موارد المياه هي الموارد الهام ليس في المنطقة ولكن على مستوى العالم والكل ينظر لهذا المؤتمر ليكون أيضا خطوة على الطريق من خلال أوراق العمل والبحوث التي تقدمها قبل المختصين سواء كان من دول مستعاون أو حتى من دول العالم والمنظمات التخصصية في هذا المجال في النهاية إن شاء الله سنوصل إلى مجموعة من التوصيات العملية التي يمكن تنفيذها على أرض الواقع يعد المؤتمر كملتقا جمع من خلاله الباحثين لمناقشة موضوعات تنمية واستدامة مصادر المياه المختلفة كالجوفية والسطحية والمحلات والصرف الصحي المعالجة إلى جانب تعزيز أمن إمدادات المياه البلدية إلى جانب بحث قضايا الصحة والبيئة المرتبطة بالمياه وتأثير ظاهرة تغير المناخ على الموارد المائية وسبل التكيف معها يهدف المؤتمر بشكل رئيسي إلى تبادل الخبرات في هذا المجال وكيفية صياغة هذه الاستراتيجيات والابتعاد عن التخطيط القطاعي أو التخطيط اللي ينظر إلى كل مصدر بمعزنة على المصادر الأخرى المياه مترابطة مع بعضها بعض الماء اللي يدخل البيوت يطلع برة ثانية كويس ووتر والويس ووتر يعالج ويذهب إلى الزراعة وهلهم مجره هذه هي أهم أهداف المؤتمر أنه هو رفع الوعي وتبادل الخبرات في هذا المجال مشاركتنا في هالمؤتمر في مملكة البحرين لما يعني المياه من أهمية في دول الخليج ونظرتنا لاستفادة من هالمؤتمر بما يقدمها من تقنيات حديثة ومعلومات قيمة عن المياه وكيفية استغلالها في دولنا رؤية موحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي نحو مستقبل المياه تتطلب المزيد من التعاون والتنسيق وهذا ما عكف عليه المؤتمر بخطوط عامة وآليات تعمل على تكامل السياسات لتطوير القدرات ورفع كفاءة إمداد المياه واستخدامها نحو استراتيجيات متكاملة كان هو شعار مؤتمر الخليج الثاني عشر للمياه الذي بحث من خلاله تنمية وستدامة مصادر المياه المختلفة في ظل ظروف البيئية والاقتصادية والاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين